جسم الإنسان البالك بيتكون من أكتر من 206 عطمة درهم أنهم بيشكلوا هيكل الجسم وبيحملوا عضايا الداخلية وبيسهلوا الحركة الهيكل العظمي بيحمل عضايا الحيوية زي المخ المحاط بمجبوعة عزام بيكونوا جزء من الجمجمة والألجورياتين الموجودين داخل تجويف الصدري العمود الفقر كمان بيوفر المكان والحماية اللازمة للحبل الشوكي أيضا الهيكل العظمي هو مكان تخزين الكلسم والفوسفور وتكوين خلايا الدم داخل النخاء العظمي للعظم الاسفنجي الخلايا الجزعية بتتشكل وبتتحول إلى خلايا دم التفاعل والربط بين وظيفة الهيكل العظمي والعضلات والعصاب بيحرك الجسم الجهاز العصبي بيرسل النشارات والتعليمات للعضلات اللي بتنقبض وتنبسط علشان تكون الحركة في منطقة المفاصل اشتركوا في القناة